عقد منتدى الموارد الطبيعية والحضارة الايكولوجية في مدينة هوتشوك بمقاطعة تيجيانج شرق الصين يوم الاثنين. يشارك في استضافة هذا الحدث وزارة الموارد الطبيعية وحكومة مقاطعة تيجيانج ومجموعة صين للألام. وكونه الأول من نوعه ركز الحدث على مواضيع مختلفة تتعلق بالتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة. وعقدت أربعة منتديات فرعية مع إصدار سلسلتين من الكتب عن حفظ الموارد الطبيعية والحضارة الايكولوجية. وبصفتها مضيفة لهذا الحدث قامت مجموعة صين للألام بتغطية قصص الصين عن التنمية الخطرة.